الصورة اللي أمامنا يا مصريين دي المتفجرات اللي كان الكلب بيجهزها وبيخزنها لصنع كثير من المتفجرات تخيلوا معي اتخيلوا معنا لو الحاجات دي كلها تمت تصنعها واستخدامها في صنع متفجرات لأنه الولد في بيته مخزن كل هذه المواد اللي ممكن تفجر محافظة ممكن كان هيبقى فيه كارثة غير مسبوقة في مكان مكتظم السكان القصة ان هؤلاء الارهابيين واصلوا الى مرحلة فقدان الثقة في انفسهم فقدان الثقة في انهم يكون لهم كلمة بالتالي بدأوا فيه اجراءات اخرى اجراءات البحث فقط ليس عن القوة الخشنة وانما القوة الناعمة الاهداف الرخوة الاهداف الرخوة منها الناس الاهداف الرخوة منها التجمعات بقول انه الزئب المنفرد اللي اتحرك لم يكن منفردا فكريا ولم يكن منفردا تنظيميا وانما كان هناك من مول ومن مون ومن ساعد هو ده الحسن عبدالله الحسن عبدالله والده دكتور في امريكا دكتور بطنة في امريكا بقى له عشرين سنة مهاجر جيه مصر اربع مرات والولد معه جنسية امريكية معهش جنسية امريكية اللي لعنط الله عليه وعلى اللي رباه الولد اللي قدامنا عهات بنشوفها وانحنا في الزمن في هذا الزمن بنشوف عهات بيتكلمه بيقوله الفقر والجهل والبطالة بقوله انتوا مش فاهمين اللي بيتكلم بيقوله ان الارهاب نتيجة الفقر بقوله انت مش فاهم بيقوله الارهاب نتيجة الجهل بقوله انت مش فاهم الارهاب نتيجة الجهل بقوله انت غلطان ادي واحد ابوه دكتور باطنة في امريكا بقاله 20 سنة والارهاب اللي كان جاي من المانيا بيحاول يخش على داعش اعد في المانيا انا بقول ليس هناك علاقة بين الافكار المتطرفة بين الشذوذ الفكري وبين المستوى المعيشي أو التعليمي لا رابط بينهم أفكارنا في أفكارنا التاريخية اللي كنا نتكلم فيها على الإرهاب أفكار بالية أفكار قديمة أفكار غير صحيحة موجهة الإرهاب لابد أن تكون موجهة مش الإرهابيين بس الإرهاب منبع الإرهاب كتب الإرهاب أفكار الإرهاب تصريحات الإرهاب مؤسسات داعمة للإرهاب مؤسسات بتمثل رافض فكر الإرهاب معركة لابد أن تكون شاملة من تهتز أياديه يخرج من المعركة من تهتز عقله ويهتز وجدانه يخرج من المعركة المعركة لا تحتاج إلا الرجال المعركة لا تحتاج إلا الشرفاء المعركة طويلة ومستمرة من يجد في نفسه خواء يخرج من المعركة ترجمة نانسي قنقر